اشتركوا في القناة ملازماً للمسجد حريصاً على صلاة الليل حريصاً على قراءة القرآن ولما حصلت الهزيمة في سنة 1967 ميلادية انتقل إلى الأردن وهناك شارك في العمليات التي قامت بها كتائب المجاهدين التي شكلتها حركة الإقان المسلمين هناك وشارك في عمليات كان لها تأثير عظيم في صفوف العدو ونكاية شديدة وأشرفة على بعض هذه العمليات من موقع القيادة ولما كانت عمليات علول الأسود سنة 1970 وحصل ما حصل من موقف من السلطات الأردنية تجاه الحركات الفلسطينية وأغلقت الحدود خرج الشيخ رحمة الله عليه توقف عمل الشيخ رحمة الله عليه الميداني بسبب إغلاق الحدود أهدو